في مؤتمر المنظمة الافريقية للتأمين دعوات لمراجعة تعريفة التأمين والتوصل إلى خريطة طريق لتطوير حصة مؤسسات التأمين الافريقية في السوق العالمية الصليب الأحمر الدولي يعلن إطلاق الحثيين صراحة قرابة 300 سجين والمبعوث الأممي غريفث يرحب بالبادرة على أن تؤدي إلى إطلاق باقي المساجين بعد إضراب بأسبوع استأنف اليوم القضاة جلساتهم في انتظار عقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت الخامس من أكتوبر المقبل لتقييم التحرك الاحتجاجي للقضاة ووضع خطط للعمل وعبرت الهيكل القضائي عن استنكارها الدعوة الصادرة عن عمادة المحامين بما وصفته بتحريض المحامين المشمولين بالبحث لعدم المثول أمام قاضي التحقيق وأشارت إلى أن الأقوال والأفعال الصادرة عن بعض المحامين والتي تبلتها هيكلهم في انحياز واضح تعد ضربا لتاريخ المحامات وتقدم أنموذجا سيئا للتموقع فوق القانون لا يخدم ضرورة صورة تونس في الداخل والخارج ودعت الهيكل القضائية الوكالة العامة إلى فتح بحث تحقيقي في الوقائع الحاصلة الأسبوع الماضي داخل قصر العدالة وحملت المجلس الأعلى للقضاء المسئولية فيما آلت إليه الأوضاع القضائية أصدرت اليوم المحكمة الإدارية أحكامها المتعلقة بالطعون الاستئنافية لنتائج الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها في دورها الأول وقضت برفضها جميعا وأفاد النتق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بأن الجلسة العامة القضائية تولت النظر في ملفات الطعون الخمسة المقدمة بوصفها محكمة درجة ثانية وقررت رفض جميع الطعون المقدمة إليها لينتهي بذلك الطور القضائي فيما يتعلق بنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها عاكن المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرر المحكمة الإدارية قد تلقى خمسة ملفات طعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة في الطور الأول بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تم تقديمها باسم المترشحين حاتم بولابيار والناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وصيف الدين مخلوف ويذكر أن هذا الطور الاستئنافي هو الطور القضائي النهائي بخصوص نزاع نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وبقرارة المحكمة الإدارية الباتة يثبت مرور المرشحين قيس الصعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المزمع يجرأه يوم الثالث عشر من أكتوبر القادم على أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات لاحقا الرزنامة التفصيلية لهذا الدور قدمت منظمة أنايقظ تقريرا تضمن ملاحظاتها للحملات الانتخابية التشريعية في الأسبوعين الأولين تضمن بالخصوص وقوف على بطء نسق الحملة خاصة بالنسبة إلى الأحزاب مع تسجيل بعض الخروقات في عدد من الدوائر من ذلك تواصل تمزيق المعلقات ورصد أنشطة لمؤسسات عمومية مع عنف لفظي واستعمال للخطاب الديني وشبهات شراء الأصوات ومن التوصيات التي قدمتها المنظمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نزيد التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لحسن سير المسار الانتخابي ضواهر عامة التي تواصلت من الانتخابات الرئاسية إلى الانتخابات التشريعية منها تواصل استغلال الأطفال في الحمالات الانتخابية منها الإشار السياسي منها تمزيق المعلقات الانتخابية للقائمات المترشحة كيف كيف بالنسبة للإشار السياسي رصدنا خاصة ظهر جديدة وهي تعليق صورة كبيرة لرؤساء القائمات في عدة دوائر انتخابية للقروقات التي نحن عندها حوادث حريجة رصدنا دعاية في مؤسسات عمومية حتى ينجم يكون أمامها منها مؤسسات تربوية منها مؤسسات استشفائية منها منشأة عمومية كما البريد أو السناد والاستيج التي هي منشأة عمومية في الأثناء تتواصل المساء حيث تطل لسير الانتخابات التشريعية وبالتوازي مع الحملة الانتخابية شرعت قوات الجيش الوطني في نقل المواد الانتخابية لمختلف الجهات الداخلية كما سيتم اليوم إفاد المواد الانتخابية إلى الدوائر بالخارج حيث ينطلق التصويت الجمعة المقبل ليتواصل إلى يوم الأحد وستتولى مؤسسة التلفز التونسية بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام بث المناظرات التلفزية للمترشحين الانتخابات التشريعية وستمكن التلفزة التونسية جميع القنوات الإضاعية والتلفزية المحلية والعربية والدولية الراغبة في نقل هذا الحدث من شارة البث على قناتين عاليتين الدقة إحداهما بلغة الإشارات انطلقت بمدينة الحمامات أشغال الملتقى الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز دور لخصائيين في الوقاية من العنف ضد الأطفال والحد منها شاشتهم بمشاركة متدخلين في المجال من دول عربية وإفريقية وأكد المشاركون أهمية العمل والتفكير في وضع استراتيجية تهدف إلى تحويل هذا النشاط إلى مهنة كما نوه المشاركون بإحراز تونس المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة تسعة عشرة وعالفين سوشال بروغرس اندكس خرج ترتيبه للدول العربية والإفريقية وتونس على 149 دولة احتلت المرتبة 51 وهذا يخليها في الأولى عربيا وإفريقيا في مجال التنمية الاجتماعية متنجمش تكون عنا دراسات ميدانية إذا كان معتنيناش بالوضع المهني والمادي للعاملين في المجال الاجتماعي تقديمنا لورقة متخصصة بإعداد الإطار الاستراتيجي لمهنة العمل الاجتماعي أي تحويل الخدمة الاجتماعية إلى مهنة مهنة معترف بها بضمن نطاق يعتمد على الرتب الوظيفية وكذلك الصلاحيات والشهادات لممارسة العمل الاجتماعي ضمن خصائص وآلية عمل متفق عليها دوليا تحتضن تونس المؤتمر الرابع والعشرين للمنظمة الافريقية للتأمين هذا الموعد كان فرصة لملتقا انتظم تحت شعار مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الافريقية في مواجهة التحديات التشريعية الجديدة بحضوري نحو 500 ممثل لشركات التأمين من مختلف الدول الافريقية نعقد هذا المنطقة التحاول وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين في مواجهة التحديات التشريعية الجديدة لقطع التأمين ضرورة تكاتف الجهود وإيجاد اتفاقيات شراكة ما بين المؤسسات الافريقية على المستوى التجمعات الاقتصادية في افريقيا ولكن كذلك على المستوى القرى الافريقية ككل أكدنا كذلك على أهمية أن القوانين والمنظومات المعلوماتية وتكوين الأعوان يكون عنده الأولوية باش المؤسسات هذه تكون عندها القدرة على مجابهة هالنشاط الجديد المطلوب منها خلال السنتين الماضيتين عرفت عديد البلدان تنقيحات تشريعية ولكن من المهم أن المشرعين يتناقشون فيما بينهم ما قمنا به خلال الاجتماع السابق للمنظمة في جنوب افريقيا هو جمع خمسة ممثلين عن شركات التأمين لتباحث فرص إيجاد أرضية تشريعية تعديلية مشتركة نمهد بها للتعاون بين مختلف شركات التأمين الافريقية وتعتبر تونس واحدة من البلدان التي تعمل على تنقح مجالة التأمين وتطوير منظومتها في اتجاه اتباع المعايير الدولية وإدماج فئة أخرى في سوق القانون الذي قدمناه في مجلس الوزراء حول الاندماج المالي ليشمل فئة جديدة ويشمل قنوات جديدة لتوزيع منتجات التأمين هذا الكل بشي ساهم في أن مؤسسات التأمين يكون عندها المنتجات الضرورية لتوصل للحرافة متاعها ولكن كيف كيف تكون عندها القدرة على معناها سواء من حيث الرسمة أو من حيث المنتجات على مواجهة التحديات الجديدة بمخصف التعريف يزمنا مراجعة كلية قلنا اللي أقل حوادث يجب أن يخلص أقل واللي عنده أكثر حوادث يجب أن يخلص أكثر لديها على الأقل عدالة ما بين المضمونين والمؤمنين لهم وهذا ما نعملوه يحاولون لهم متأكد السنة المقبلة ومن المنتظرين توصل الحاضرون إلى خارطة طريق تمكن مؤسسات التأمين الإفريقية من تطوير حصاتها من السوق العالمية والتي لا تتجاوز 1.4% وهو ما يطرح أولا تحدي ملاءمة التشريع بين البندان الإفريقية في المجال في الشأن العربي الآن وتحديدا في الجزائر وخلال إشرافها على تنفيذ ثمرين رمايات بالصواريخ انطلاقا من غواصتين ضد أهداف برية أكد رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد جايد صالح أن الجيش لا يدعم أي مترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر القادم موضحا أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق يأتي ذلك ردا على ما روج من أخبار تفيد بأن المؤسسة العسكرية مترشح تزكيه وهي أخبار دعا جايد صالح إلى التصدي لها باعتبارها تهدف إلى التشويش على هذا الاستحقاق الوطني وفق تعبيره وفي إطار طمأنة الشعب أكد رئيس الأركان وفاء الجيش بتعهداته في مجال مرافقة العدالة في محاسبة المفسدين لافتا إلى أنه لا أحد فوق القانون وفي ليبيا أكدت حكومة الوفاق الوطني ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي مرجعية لأي حوار أو اتفاق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة وقف التعامل فورا للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق كانت حكومة الوفاق الليبي قد نفت وجود أي اتفاق في اللقاء الذي جمع رئيس مجلسها فايز السراج بالقائد العسكري خليفة حفتر في أبوظبي وأن الاتفاق الذي تم في باريس كان ينص على إجراء انتخابات بتواريخ محددة وهو ما لم يلتزم به الطرف الآخر في إشارة إلى القوات التي يقودها حفتر عربيا أيضا وفي اليمن أعلنت اللجنة الدولية لصريب الأحمر اليوم إطلاق الحوثيين صراح مئات الأسرى بينهم ثلاثة سعوديين بإشراف الأمم المتحدة وذلك بعد يومين من عملية شنوها قرب مدينة نجران السعودية الحدودية أثروا خلالها عددا كبيرا من العسكري بعد عملية هي الأكبر منذ دلاع الحرب في اليمن حيث قام الحوثيون بأسر المئات من الجنود أول أمس في محافظة نجران السعودية أعلنت اللجنة الدولية لصريب الأحمر أن جماعة الحوثي اليمني أفرجت اليوم عن مئتين وتسعين سجين يمنيا في تحرك من جانب واحد يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان متحدث باسم القوات المسلحة التابع الحوثيين اليوم عزمهم إطلاق صراح ثلاثمائة وخمسين أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين بإشراف الأمم المتحدة في إطار مبادرة سلام وعلى خلفية هذا التطور رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتين جريفث بعرض جماعة الحوثي اليمنية للإفراج عن عدد من السجناء من جانب واحد وعبر عن أماله في أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم فيما يتعلق باتفاق تبادل الأسر وفي سيق متصل أعلن رئيس لجنة الأسر عبدالقادر المرتضى أن الأسر الثلاثمائة وخمسين الذين تم إطلاقهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في قائمات الأسر في اتفاقية السويد التي توصل إليها طرف النزاع في اليمن في ديسمبر 2018 بالعاصمة السويدية ستوكول حول وضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة كما شدد المرتضى على أن هذه المبادرة تثبت المصدقية لتنفيذ اتفاق السويد داعياً الطرف الآخر لاتخاذ خطوة ممثلة أثار مقتل مهاجرين الثلاثين على الأقل بسبب حريق نشب في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسكوس اليونانية غضب المهاجرين وتسبب في احتجاجات واشتباكات مع قوة الشرطة التي استخدمت الغازة موسير الدموع في محاولة لاستعادة الهدوء في أكبر مخيم للاجئين في أوروبا والذي يعيش فيه أكثر من 12 ألف مهاجر أكثرهم من السوريين إلى أخبار الرياضة الآن حيث وراصل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صباح اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم لإعلامها بغلق تتبعات تأدبية للنادي الإفريقي بالنسبة إلى ملف اللاعب الزينباوي ماتور زيكي مع إلزام النادي بالتقايد بخلاص ما وقع تحريره في نص الاتفاق مع اللاعب وبذلك سيتمكن النادي الإفريقي من انتداب اللاعبين انطلاقاً من فترة الانتقالات المقبلة نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوين المحكمة الإدارية ترفض كافة التغون المقدمة في نتائج الدول الأول للانتخابة الرئاسية ومنظمة أنايق ترصد جملة من الخروقات في الحملة التشريعية في مؤتمر المنظمة الإفريقية للتأمين دعوات لمراجعة تعريفة التأمين والتوصل إلى خريطة طريق لتطوير حصة مؤسسات التأمين الإفريقية في السوق العالمية الصليب الأحمر الدولي يعلن إطلاق الخثيين صراحة قرابة ثلاثمائة سجين والمبعوث الأممي يرحب بالبادرة على أن تؤدي إلى إطلاق باقي المساجين شكرا لكم مشاهدين كرام على المتابعة والاهتمام في أمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر